الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن لا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وحدانا وفي الآخرة رفقاء وصلانا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وافتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحتانا أما بعد فإن المحافظة على حقوق العامة منهم والخاصة من أفضل القربات وبمراعات وبمراعاتها تصف الأخوة والألفة عن شوائب القدرات وقد ندب الله ورسوله إليها فقد قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقال تعالى وبالوالدين وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجال ذي القربى والجال الجنوب والصاحب بالجنب وبالسبيل وما ملكة إيمانكم إن الله لا يحب من كان محتالا فخورا وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغدوا ولا تدابروا وكنوا عباد الله إخوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ومنائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وأزواجه وزريته وعلى الصحابة أجمعين وخص منهم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمرا وعثمان وعليا رضي الله عنهم وتابعهم ومن تبعهم بإحتال إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء أعداء الدين وجميع الملحدين يا قبيل يا عزيز يا قفار يا جبار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذوا من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اغفر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللحياء منهم ونموات إنك سميع قرئهم مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاد اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاد والشفاء من كل داد وأنت احفظنا من كل وباد اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجدام ومن تيء الاختار اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا رحم الرحمن اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح أئمتنا هؤلاء أمورنا واجعل بلايتنا في من خافك واتقاك واجعل بلايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الرحمن يا أرحم الرحمن ربنا عليك توتلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير عباد الله رحمكم الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الطحشاء والمنكر والبغم يا عيدكم لعدلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وصولية نكرا وصولية نكرا وصولية نكرا وطارية نكرا وفتح للقربة وضعا وطارية نكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفتاً إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أفضعنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طابة لنا به واعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أمانت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا إنك جامع الناس اليوم إلا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا لكم 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة